استمرارا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان ولشعبه الشقيق في مواجهة الأثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان تعلن وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت والتي تضمنت 22 طن من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاش اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين وعلى صعيد آخر قامت السفارة المصرية في بيروت بعدة 304 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن لإصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 590 مواطنا عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدا لإدراجهم على الرحلات التالية